أهلا المشاهدين واصل صباحاتنا نادية برفقتكم نتكلم دائما عن نهضة البلد المنشودة التي تتمثل في خبرات وكفاءات وطنية لفترة من الزمن ظلنا ننادي بالكفاءات المستقلة والكفاءات الوطنية لنهضة البلد حتى على مستوى مؤسسات الدولة بعد هذا الحراك الكبير الثوري الذي شهدناه بالمقابل في أبناء من الوطن البارين الخلص لمناطقهم و لسودانهم الحبيب جوبي خبراتهم وهم كانوا غايبين لسنوات طويلة في المهجر عشان ينموا بلدهم و عشان ينموا مناطقهم الأساسية نبقى في نيالة مع كلية الغرب الجامعية ولكن في جانب آخر نتحدث عن دور المؤسسات مؤسسات التعليم العالي في نهضة البلد و أيضا في تدعيم النشاط التعليمي والثقافي والاجتماعي دور مهم جدا و ويحن نتكلم عن مؤسسات جامعية هي نواحة حقيقية لجيل واعد سعداء صباحا أن نرحب ببروفيسور عبد الرحمن أحمد إسماعيل كرم الدين عميد كلية الغرب الجامعية أهلا وسهلا بك سواحة شروك مرحبا حمزة و أنا سعيد أن أكون اليوم ضيفا على هذه القناة المتميزة المشاهدة الرائعة و يعني سعيد بهذه الإطلالة وأرجو أن أكون ضيفا حفيفة أفضل عليكم الله يكرم البروفيسور عبد الرحمن يتكلم و ظلينا في كل مرة من يتكلم عن الكفاءات الوطنية أنه أي شخص يعمل في مجاله عشان نهضة البلد حتى وإن كان في منطقته فلا يمدى ممكن عن طريق الكفاءات الوطنية نقدر على أقل تقدير نسل في بناء الوطن أو في بناء مناطقنا الأساسية هي حقيقة الكفاءات الوطنية أو الكفاءات السودانية نحن دائما نعدها خير ثروة حقيقية للبلد وهذه الثروة نحن الآن نرى مهدرة لأنها مشردة في الخارج بشكل كبير يعني ما احترامنا للكفاءات الموجودة في الداخل ولكن أقول جيد أن تلتفت قطاعاتنا المختلفة وبخاصة قطاع الإعلام أن يفتحوا نافذة على هذه الكفاءات المهاجرة وعلى هذه الكفاءات الوطنية وذلك لفتح السبل لأن يعودوا لعمروا هذا البلد نحن حقيقة نراهن أن السودان هذا لا ينهض إلا بعقوله ولا إلا بأبنائه وكفاءاته المتميزة في مجالات مختلفة فأنا سعيد كثيرا عندما رشحت عميدا لهذه الكلية كلية الغرب للعلم والتثمولوجية بنيالة كنت في السعودية فترة طويلة وحقيقة يعني عدت متحمسا في ظروف صعبة ولكني سعيد كل سعادة أن أسهم بما لدي من خبرات ضعيفة وعلى الأقل يعني ألقي في المياه الراكدة في مجال التعليم بخاصة في ولايات نائية رفزور يعني أنا مصير أن أقيف في مطة الخارج تذكرت نقطة مهمة جدا بما خص الكفاءات الوطنية وإحنا في ظروف صعبة وتعقيدات في كل المشاهد يعني إذا كان اجتماعيا أو سياسيا أو ثقافيا حتى أو تعليميا يعني أنت بتشوف في رايك إحنا هسا يدعوى لكل الكفاءات الوطنية في الخارج إلا تعود لنهضة البلد المنشودة فإن تعودت رغم الظروف الحاصلة دي يعني فلو عايزين نشجع مزيد من الكفاءات الوطنية في الخارج المفروض يحصل شنوب التحديد في الداخل عشان يعودوا لمواقعهم أو حتى ينموا بلدهم وهو طبعا ضرورة أنه الاحتفاء أنا أرى أن الاحتفاء للناس بالداخل بمن هو في الخارج هذا من خلال تجربتي أنا يعني المتواضعة يعني أرى أن كثير من الكفاءات المهاجرة والعقول المتفردة والمتميزة في الخارج لديهم استعداد كبير أن يعودوا ليقدموا للسودان يعني متطوعين في فترات إجازات بل بالعكس يعني أنا الآن عندما وتيحت لهذه الفرصة بلا تردد يعني وأجزم أن كثيرين من الزملاء إذا وجدوا الفرصة الواحد ممكن من خلاله أن يقدم للسودان يعود بلا تردد ولكن فقط نريد أخي أستاذ حمزة أن من الجهات الرسمية والجهات المعنية أن ترتب للصياط هذه العقول المهاجرة لابد من ترتيب لابد من إعداد أوعية حاضنة لهذه الكوادر المهاجرة وذلك لتشبيك في الجهات التي تشبه تخصصاتها المختلفة يعني حتى لو كان في مواقعهم حتى لو هم كانوا برأ نقدر نستفيد من خبراتهم يعني وده مثال أنت أسف تتخذوا قبل ما نجي للدورة التعليمية في نيالة أنت بالشبك مع خبراء ومختصين سودانيين في الخارج عشان تقدر تدعم العملية التعليمية في الداخل فذي برضو نقطة مهمة نتكلم برضو عنه حتى لو ما هم مجول الوطن نحن نمسي اليوم ونناشده طبعا هذه حقيقة سبحان الله يعني كورونا أكسبت الناس مهارات وخبرات نوعية متفردة في إطار التواصل بين البعيد والقريب يعني الآن صار التعليم الإلكتروني التواصل عبر الميديا عبر الشبكة العنكوتيب الصورة عامة يعني صارت حاضرة في كل العالم بطبيعة الحال وفي السودان أيضا فبالتالي ليس هناك إنسان بعيد يعني أي إنسان تستطيع أن تصل إليه بخاصة عبر الوصائل المختلفة الآن يعني نحن الآن إن شاء الله بيصدد في كل يدنا المتواضعة أن تكون لدينا إن شاء الله بيدلاء تعالى يعني سمارت روم تكون عندنا قاعة ذكية لاستقبال المحاضرات من الخاري الندوات والآن في جامعات يعني قطع الشوطن في هذا المجال فأفتكر أنه في ظل العالم الذي أصبح قرية ليس هناك إنسان بعيد لكن كيف أنك أنت تصل إليه هذا هو إنسان بروفيسور من شاهد على طول والمؤسسات ما إن شاء الله بتاع التعليم العالي بيقيت كثيرة يعني في الداخل أو في الخارج بمسميات مختلفة وتحت أجندة مختلفة تعليمية يعني فنتكلم عن كلية الغربة الجامعية على أقل تقدير خففة الضغط على كثير من المراكز كان في نيالة نفسها أو محيطة أو في الخرطوم فلأي مدى ممكن نقول هذه الكلية قدرة تساهم إسهام مباشر في تخفيف الضغط على المراكز عموما يعني هو طبعا حديث عن كلية الغرب سيكون حديثا يعني مجروحا وفيه شيء من لكن أنا أقول ببساطة شديدة أن هذه الكلية يعني حاولت تستفيد من الكليات الأخرى في خارج نيالة بطبيعة الحال ونحن يعني الفكرة كانت لدينا واضحة أنه كيف نحن نسهم في أولا في نقل هذه المؤسسات التعليمية الرائدة إلى أهلنا في الولايات المختلفة يعني بخاصة في جنوب دارفور حاضرته إلى نيالة الفكرة هي توطين التعليم العالي في الخارج وهذه بطبيعة الحال هي بتفكة ضغطة على العاصمة نحن كلنا الآن نشهد يعني أرتال الطلاب والطالبات الذين يأتون للدراسة في الجامعات هنا في الخرطوم وهذه تمثل عبا كبيرا عليهم وعلى أهلهم وعلى ذوهم وأيضا على سكر الخرطوم فبالتالي الفكرة جاءت أنه لماذا نحن لا ننقل هذه المؤسسات المتميزة هذه الكليات الرائدة في مجالاتها المختلفة ننقل إلى أهلنا هناك وبالفعل ربنا وفقنا أن نؤسس كلية نحن نراها متميزة حقيقة بمختلف مكوناتها المختلفة ابتداء من الأستاذ الكفاءة من المعامل الرائدة من القاعات المكيفة المهيئة من البيئة الجامعية العامة التي فعلا صارت جاذبة لأهلنا في نيالة بصورة خاصة وفي جنوب دارفور وفي دارفور بصورة عامة نعم تتكلمت عن الضغط غير الضغط على المركز الضغط على الطلاب نفسه على أسرهم كمان لأنه في التكاليف تكون عالية حتى في الدراسة إذا كان مؤسسات تعليمية حكومية مؤسسات تعليمية خاصة في بقية اثنين البعد الجامعي وبعد المسافة بالنسبة للطالب فقدر كيف برضو ممكن نقول أنه بالنسبة لكلية الغربة الجامعية ممكن تكون بادرة أمل ونفقية أمل لكثير من المحليات وكثير من المناطق لجنبكم أنه بدل دائما نهتم بالمركز إذا كان تعليميا أو صحيا ننقل للولايات نفس الخبرات ونفس المؤسسات التعليمية فانتو بتشوفوا دي بادرة أمل ونفقية أمل لكثير من المناطق الجنبكم أيوة هي يعني كما ذكرت لك قبل قليل يعني الفكرة إن كيف أنك أنت تنقل التعليم النوعي للناس في أماكنهم نعم هذه الكلية أسهمت بإسهاما كبيرا في أنها يعني تقنع الناس بأنها يعني نفس الفرص التي يبحثون عنها في الخرطوم صارت موجودة الآن وهذه اختصرتهم كثير من الأشياء يعني ليست التكاليف الاتصادية الباهظة ليست الخوف على الولاد أو البنت لما تسافر وتمشي مسافات بعيدة ليست أيضا القلق الممكن الواحد يكون يعني يكون هو قلق على ولده اللي سافر منه وللبنته اللي بعيدة منه فالفكرة هي فكرة يعني حقيقة نحن نرى أنها متكاملة يعني أيضا في خدمة للولاية خصص حمزة يعني أنت كما ذكرت قبل قليل هذه المحليات وهذه المناطق الريفية بيطنهط لما تقوم كلية مثل كلة الغرب في نيالة أو نحن لاحظنا هذا الشي يا أخي حمزة بشكل غريب يعني لما بدينا وموقعنا في حي المطار ممكن من أرقح نيالة يعني بدينا بداية عادية لكن بعد شوي وجدنا أن الحي صارت يتشكل بشكل جديد يعني ليش؟ لأنه في حراك في حراك طلابي يعني حراكة طلابي بيبث الوعي وسط الناس أصحاب الركشات السواقين حتى ستات الشاي لأنه المخارطة بالمجتمع المستنير مجتمع الطلاب بيترك أثر في المجتمع بطبيعة الحالي نعم بروفيسور يعني غير الخليطة الاجتماعي ذا هو جانب اقتصادي آخر نتكلم في كل مرة عن نهضة مناطقنا أو أقاليمنا نتكلم اقتصاديا يعني توفير مثل هذه كليات أو جامعات ممكن برضو تشكل نهضة اقتصادية للمحيط يعني ممكن تنشأ بعد ذاك في روع مختلفة لعدد من المناشط الاقتصادي باستفيدنا المواطن فبرضو ذي بدلت أمل لكثير من الاقتصادي يعني ينفذوا مشاريع عشان يكفي احتياجه واحتياج الطلبة انا اقول لك حقيقة غريبة فيه مدير سابق يعني لجامعة من الجامعات فكان بيقول لي انه لما تكفي للجامعة لظروف بيقول لي التجار واصحاب العربات بسألوا يا ديبتور متين تفتح الجامعة وده لأنه بالمناسبة الجامعة ليست رسالة رسالة أكاديمية فحسب وإنما أيضا لها دور كبير في تنمية المناطب يعني انت تخيل مثلا الآن لما يكون عندك مثلا الفين ثلاثة طالب في مدينة مثل نيالة أو أي مدينة من المدن تخيل انه كيف انه هما يحدث حراك في السوق وفي حركة المواصلات وأيضا الناس بيجوم بيزروم فبالتالي أيضا يعني بكون فيه إسهام كبير للجامعات في التنمية في الحراكة الاقتصادي بصورة عامة بيكون في مكاسب كبيرة يعني كما يقال يعني يعني فيها منافع كثيرة ممكن الناس يشهدونها من خلال هذه المؤسسات التعليمية أهل روف كثرة الجامعات والكليات هي دليل عافية على نشاط التعليم ولبرضه خصم لأنه منشوف في فترات أخيرة في معظم الكليات البطنشط تقيف في فترة معينة وتشتغل في فترة معينة والطالب يكون مهدد يعني بالهيقافة والاستمرار هو طبعا الآن يعني اسمح ليه يقول لك بزاوية شوفك انت تحليلية حتى لو ما كان الكلية تحت الغرب للكليات الأخرى يعني أنا أقول لك أولا جملة واحدة كثرة الكليات دليل عافية لأن هذه الكليات هي حقيقة تلبي حياة المجتمع نحن نقولها بصراحة هذه الكليات في النهاية يعني يعني بخاصة الكليات هذه الكليات الخاصة على الأقل حتى إذا ما كانت ربحية بتكون كليات إنها تشن نفسها بنفسها يعني فإذا المشروع ليس ناجح بالتأكيد ما بتكون في كليات كثيرة بتفتح يعني وده أنا أفتكر هذا للوعي كبير للمجتمع السوداني يعني الآن صار الناس يا أخي حمزة يهتمون اهتماما كبير بتعلم أبنائهم أنا أقول لك حادثة غريبة جدا يعني في السعودية كان بحكي لي طال يعني فبيقول لي يا أبوي باع بيتنا ثم نرمان حتى إحنا نكمل تعليمنا وقال لي حتى الناس كانت تقادوا تتقاد كثير جدا كيف أنك تبيع بالبيت والأولاد فقال لي حتى الآن الحمد لله كلنا تخرجنا أطبة وكلنا لنا بيوت فصار فيه تشكل جديد في وعي المجتمع إنه كيف الناس بيحرصوا أنك أنت تورث ابنائك شهادات لكن لا تورثهم عمارات يعني هذا فهم أفتكر فهم راقي جدا وفهم واكب لما يدور الآن في العالم يعني الآن المعرفة صارت هي يعني أعظم سلاح الإنسان يتسلح به شهادة هي أعظم سلاح الإنسان يعني بعض الفق سبحانه وتعالى يعني الإنسان يحتمي أو يقاتل أو يجابي هذه الحياة المتقلبة فلذلك الآن أعود لمسألة كثرة الكليات هذه هي دليل عافية بلا شك بل بالعكس كثرتها نحن حتى ككلية لما نشعر في كلية أخرى معانا في المنطقة النيالة وكذا نسعد كثيرا لأنه يعني كثرة الكليات بتخلق نعمل المنافسة وبالتالي بتكون المخرجات مخرجات جيدة وبالمناسبة أنا كنت قبل فترة كنت بقول لرصفانا في الكليات الموجودة في نيالة تعالي أخوانا نعمل نعمل معرض نعمل معرض لإنسان نيالة كل كلية تعرف بما لديها من قاعات ومن معامل ومن كفاءات بحيث نقنع المواطن ذا أنه ما يرسل ولده للخرطوم أو الجزيرة أو أي ولاية أخرى وبالتالي نحن في النهاية نحن لسنا متنافسين أو لسنا متصارعين إن كنا متنافسين لسنا متصارعين فإذا امتلأت اليوم كلية الغرب أو كلية دارفور بكرة تنتلأت كلية الغرب بعد بكرة كلية يونيتي بعد بكرة كده وبالتالي نحن أسهمنا في توطينا التعليم العالي نحن هدفنا هدف كبير إنه كيف نحن نوطن التعليم العالي في الولاية بغض النظر إنه الطالب ده يلتحق بكلية الغرب أو دارفور أو يونيتي أو السافنة أو أي كلهم من الكليات وأنا أحسب هذه رؤية مؤجودة لكثير من الزملانة في الكليات وفي الجامعات بسرعة بروفي يعني في مساحة أخيرة كذا وإنحنا في ختام حوارنا الشيغ لا يمل صراحة معك لأنه يتحدث بصوت العقب يتحدث أيضا بوطنية خالصة إنه الناس تهتم بالتعليم العالي فقدر كيف برضو في الفترة في الفترة الأخيرة بكثرة هذه الكليات أو المعاهد الجامعية إنه المجتمع برضو يسهم معكم في عملية التنمية أو حتى في الدام عشان تتوسع الفكرة إلى فكرة عامة تشمل فكرة جامعية أو جامعة مكاملة يعني فبرضو دي رسالة لكل المحيط في نيالة والله طبعا نحن رسالتنا أنا بنقول إنه يعني إلى أهلنا في نيالة أتمنى يعني أن الناس تقتنع بأنه هذه الكليات الموجودة قريبة منهم لا تقل على الكليات الموجودة في المركز يعني أنا أقول لك بصراحة وضوح الكفاءات التي تدرس في الجامعات هنا في خرطوم نفسها تدرس في نيالة في كليات مختلفة أيضا التجهيزات الموجودة في هذه الكليات في كليات الغرب وغير في كليات أخرى أو بالعكس ممكن تكون موجودة في كلياتنا أفضل فبالتالي نحن نقول إنه إذا المواطن أو أولي الأمور اقتنع بأن ينسب أبنائهم لهذه الكليات بالتأكيد يتوفر على أنفسهم يعني أعباء كثيرة وعناء كثيرة ممكن يبذلونه في البحث عن فرص في بيئات أخرى نحن شركاء للتعليم وشركاء لنهضة البلد وشركاء المؤسسة التعليم العالي اللي بتساعد إنه تنمي مهارات الطالب في مجالات مختلفة نحن قدرين جدا لحضورك صباحا بروفسور عبد الرحمن أحمد إسماعيل كرام الدين عميد كلية الغرب الجامعي والحديث كان عن كلية الغرب ودور المؤسسة التعليم العالي في نهضة البلد وتقدمه كنت الخير الله يزهر خير وأنا بس عندي ضافة يعني بسيطة أقولها يعني تعقيبا على الكوادر المهاجرة يعني الآن ممكن أن نعود تقريب كما ذكرت قبل قليل ويعني أعرف مئات من الأساتذة في الخارج نحن عندنا هيئة اسمها الهيئة الطوعية لدعم التعليم العالي والتبادل الخبرات يعني هذه الهيئة تضوم مئات الأساتذة من السودانيين الذين يعملون في الجامعات السعودية لديهم الرغبة في أن يعودوا ويجسروا هذه الخبرات إلى الكليات وإلى الجامعات المختلفة أنا أتمنى وغيرها من الوزارات أنه يبحثوا عن يعني وضع سياسات لاستفادة من هذه العقول المهاجرة وأنا أشكركم مرة ثانية في قناة الشروك أن تحتم لي هذه الفرصة الكريمة السعيدة فشكرا لكم مبارك شكرا لكم شكرا لكم